طارق سمحني أنا نقص عليك شوف هي تغيير الاختيارات الكبرى للجامعة التونسية الكرة القدم والواقع الجامعة التونسية الكرة القدم اختيارات الكبرى هل نحن وتوا في وضعية تسمح لنا بالاحتراف الموجود لا وهل هذا احتراف صحيح مراجعة منظومة الاحتراف بصفة عام انا عندي الفكرة مثلا اول حاجة تطبيق قوانين الموجودة صلب القانون الاساسي للجامعة التونسية الكرة القدم اللي هي الرقابة المالية نعطي نعطي فلاشا احنا نرمال ما في تونس اذا كان انت عندك ديفيسيت معين ديفيسيت معين على القدل لك اللي انت دا باشلتياك ودنيتك ومصاريك نعمل في الحوايج الكل ونهبطها في قوانين ما هوش موجودة علاش ما هيش موجودة لكانت في غاية في نفسي عقوب باش انا نتصرف فيك انت كجامعية كما نحب كهيك الرياضي انا الور تو هي دعوة لاعادة النظر في منظومة الاحتراف في الواقع كرة قدمة تونسية علاش لانا لعننا انفراستركتور لعننا اموال لعننا رسورس لعننا حد شي عنا قبل جينا شوية فلوس من التلفزي ولا كذا بتعمل حد شي الكرة قدمة تونسية اذا انا مثلا مع مراجعة الاحتراف في السيدو بالديليميتاصيون بالنمبر دي كنترال نجمو باش حتى انا نحي العب على المسؤول اللي يحكي عليه كريم المسؤول اذا كان انا ما نعاونوش كهيك الرياضي من خلال قوانين معينة ونحاول نشوف انا البطولة التونسية راية ما تحملش ثمانية اجانب مثلا انا مثلا نجمو تقولك تجيب حتى عشرين اجنبي لكن لو جور ديوماش تلعب لي كان ثلاثة علاش باش نسمح انا باش نجد افانسان ترو الي قوش و الي درواء اللي هم مش موجودين تاوى مش موجودين موضوع كبير لانا السماسرة اللي يجيبوا في الجوارات والي يحكموا في الهياك الرياضية و يحاولوا يحكموا في الهياك الرياضية عندهم مجال للتدخل و مجال باش يعيشوا به لكن انا وقت لي نجيب قوانين و نمنع انه لعب اذا كان انا الاسبيرانس و الكلب افريكان و الاتوال و الاسياس اس متخرج ليش ليزاتا كون مني باش نجيبهم انا ليزاتا كون هضاما فهمت فكرتي مع انت مرجعت منظومة الاحتراف بصفة عامة قبل سي عبدالرزاق ولا حتى في دوريات مثلا صارت عربية واحد ما يكون مليع بي مش نجيب مليع بي مبرا لما يكون دولي ساعة مثلا مش نحدد انا على قل مش عملوه في تونس عملوه في تونس شنوه 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 معمولة بازلتا مش مطبق سلام اليوم جمعيات في تونس مالا عترافيك نحكي اليوم جماعيت في تونس يجيب لك مليع بصغير يقل يقل لك روه من اكاديمية اه اكاديمية من نيجيريا ولا اكاديمية شنوه مش نحكي لكم يعني شوف المونديال في الارجنتين او اشتراف السيد علي كعب من دير الارجنتين او سي علي كعبي كن يسمع فيه والاستيد يانيس المومني كن يسمع فيه والممرن بعثونا جوار نقول بعثونا جوار قالوا هراو هدا يلعب في الأكاديمية متاع موناكو جينا وليزم تلعبوه لعبوه يزم تتفرجو في اللعب معتا قولكم نجلكم تلعبوه مكان مستويه يلا في موناكو هدا يلا في موناكو لا يلا في ما تشوف سيد البريزيل بريزيل وفمتو الحب بعد كثبتنا نلقاوه يترينا في أكاديمية في أحفظ في موناكو معانتها واحد للي كيب ناس يونار جنيور في المونديال نلعبوه بتسعة أو بسبعة شي مش بيلي هدا لا رجل كان ناقصات وكان كرافات سير ترى صحيح ولا يدي يعمل كنترول بالجداء ويعطي باس ما هوش خايب يعمل كنترول حلو وهكا وينجم حتى ننجم طوي نعمل كنترول بسبات رب لكن شنو بش يقدم في الترانزيسيون وش نو الخد في الترانزيسيون فم حد شي وعليش لعبتوه برا ليس القدش لعبوه لا 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 وعليش لعبتوه لعبوه منش ممرن الفني مش مشكلة لذي اسماني سي عبدالرزيق طوي انتي بعد الركول هذا الكل فم أفكار نجموا نفيدوا بها الكورة الترانسية وانتي مسؤول سابق وانتي كمسؤول مثلا طوي في الجامعة والحقيقة كف بش تقول تنجم تعمل تصريح مثلا على التراجي هكاية ما تقولش من بعض التراجي شنو بش تقول عليا سمحني سليم حتى كان خاطر تفضل تفضل خاطر وقت لي انا متسميك لبيس وانتي متسميك لبيس يقولوا اللي حب تنجم التراجي تماشي انا معاك حتى نقرأ في التعليقات في اللايفين تانا على اليوتيوب يقولون جاي بش تبايض التراجي وكلام من نوع هذا تراجي جمعية عريقة على عيني وراسي كيف اليتوال كيف السي اس اس كيف شيمينو جمعيات عريقة تراجي هي القاطرة في السنوات الاخيرة التي تجروا كرة القدمة التونسية جمعيات عريقة كيف التراجي كلب افريكان وعندها ناسها اللي انا الظروف تعدت بها لكن عندما اقول الحق حتى على والدي مش على الاسبيرانس حتى لبي نقول الحق التراجي عامناول فما يكون حاول الا الا ان الرابطة الوطنية المحترفة تصدت لهذه المحاولة لان احنا معناش سلطة تعيين الحكامي حبيبي في الرابط احنا نعاقبه وننظمه تبدأ عن سلطة تعيين الحكام عند مختار وبهمزة هكا صغيرة زعمة زعمة تبوس افيك لكن اراك تمسيت الاسبيرانس ومهما كانت حتى كانت انا نحب جمعية اخرى ما نحب الاسبيرانس يجبني نعطيها حق لاني مطالب بذلك قدام العبد وقدام ربي سبحانورا انت كليبيستا انا من سيدي بوزيدن انا هربت بيك يا نبي يا ربي بيترو اسيوت غريح ايه اتحاد الرادي المنستيري كان توا بالله يا كريم سمح فقط نحب ويكمل حكاية شايم الجبالي خاطر مكمل ايه شو بعد نعطيك على المستيري خاطر مهمة جدا الموضوع قص علي المختار اللي هو شكو منتصر الوحيش تحية الخوية منتصر تحية ضغوط في انه لعب من شكو وديع الجري خاطر يقولوا مثلا سليم بن عثمان كان يفرض يحبب لعبيه اللي يجيبهم هم اللي يلعبهم كان يلعبهم بتسعة نلعبهم بتسعة نلعبوا بتسعة هذا الجوار متاع موناكو نسيت اسمه ما نعاش بتاع موناكو يمكن اما شايم الجبيلي ما انتفقش معاك برشا اولمبيك اليوم اذا ما رمش غالطين صحيح صارتل مشكلة لكنهم صح عقد مع اولمبيك اليوم ما يجبش يكون اللعب سايا نحكي على عام انا قلت لك الجوار الاليجان ما نجب بعمر ومفكورة مع الاكيب ناسيونال والله 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 اسلام ما نتجزت والله اليوم تشك في كل شيء معنا عنا ملعبية في نحكي وعلى المنتخب الأول ويلعبو معناه وتقول هذى بالحق اخي ما يتكون معناه في اليوفي هذى وهذا المتكون في الجامعية الفولانية فريم بالحق فانيين نحكي معناه كارين كارين فيما ما جهورت في الاكيب ناسيونال انا مانيش تكنيسيين كيفكم انتم ملعبش في الهون يفو كيفكم انتم الناس ما زال تعمل في الفي الالكترول استاتيك في الاكيب ناسيونال يلعبو تو منحبش ملعبش يعمل كنترول وبعد يهز راس وبعد يمشي لماتكش رودمو مانعلم زي متكون البرة و... حتى متكونين هنا في فرق قبرة رمص طواء ما يعلم به كربية